موسيقى ما هو دور المثقف اليوم؟ المثقف في الزمن المعاصر يستطيع أن يحقق أهدافا متعددة لماذا؟ لأننا نحن في عصر المعلومات وعصر وسائل الاتصال والفضائيات وعصر مصادر المعلومات السهلة فالمثقف إذا تلقى الثقافة التي يدل عليها أو التي تقع نفسه وعينه عليها هنا يبدأ تأثيره إما أن يكون تأثيرا سلبيا وإما أن يكون تأثيرا إيجابيا ولهذا هذا هو السبب في أن بعض بل كثيرا أنا أقول من مثقفين المسلمين العرب في هذه المرحلة نجدهم ضد أمتهم ضد معتقدهم ضد دينهم لأنه يتلقى ثقافة مفتوحة وهذه الثقافات كما تعلم لها توجهات ولها جوانب فكرية عقدية فيها غزو ثقافي غزو فكري غزو عاطفي فتجده ينحرف به هذا المسار وتنحرف بهذه الثقافة ثم نجد أثره أثر هذا المثقف المنحرف في المجتمع نجده أثرا سيئا يؤثر في كثير من متابعيه من الشباب من الجنسين ويحدث خللا في التنظيم المنظومة الفكرية والمنظومة الثقافية للمجتمع والأمة بالمقابل المثقف الذي تلقى معلومة مستقيمة ووجد من يوجهه ومن يقومه ومن يقول لهذه المعلومة يمكن أن تطبق وهذه المعلومة يمكن أن لا تطبق نجد هذا المثقف الإيجابي أيضا يحدث أثرا فعالا في المجتمع من حوله فأثر مثقف كبير خاصة وأن المثقف ليس أمامه إلا أن يجلس أمام شاشة صغيرة أو حتى أمام الجوال النقال ويضع ما يشاء من المعلومات التي يؤمن بها وينشرها بين الناس فنجد أثرها كبيرا في من يقرأ له ويستمع إليه دور المثقف في الزمن المعاصر دور باهت نسبيا لم يكن كما كان في السابق كان له مثقف له جمهور وكان له تأثير على جمهوره لم يعد في هذا الزمن نتيجة الطغيان التواصل الإعلامي لم يعد الأمر كذلك وبالتالي فتأثيره محدود محدود جدا في تصوري أن هناك أمران مهمة يطلع بهما المثقف الأول هو التوعية وهي مهمة جدا فالمثقف الذي يعرف ويعلم ويعايش ويقتبس ينبغي أن يعكس ذلك على مجتمعه في يعيهم سواء بحقائق الأمور فوائد الجوانب المتعددة التي يحط بها المخاطر أو المحاذير في بعض الجوانب وهذه قضية مهمة والرائد لا يكذب أهله أما القضية الثانية فهي المعايشة الواقعية والريادة القيادية المثقف الذي يتكلم عبر صفحات الجرائد أو الصحف ويتكلم من أبراج عاجية لا أحسب أن له أثرا ما لم يعيش الناس ويكون هو أول من يعمل بما يقول وأول من يبادر نحن نقول المثقف ينقذ المجتمع يحضر المجتمع وهو يقول كلام ثم لا يعني ينفذه وهذا مجاله كبير جدا لأننا نسمع كثير وكثير وكثير من المنظرين بل إن المثقف العوام الناس وعموم أفراد المجتمع يقول لك من هو هذا المثقف أين هو هذا المثقف ما سمعنا به ما لونه ما طعمه ما رائحته لأنه ليس موجود في المجتمع ولا يبادر ولا يغير ولا يسهم في حركة المجتمع وتغييره أنا أعتقد دور كبير جدا على المربي والمثقف والخطيب والمثقف واحد من الناس المؤثرين في المجتمع ينبغي أن تتكامل جهده مع الآخرين في إيصال كل ما هو نافع للناس المثقف في زمن المعاصر مطلوب منها أمور كثيرة منها أن يكون لسان قومه أن يكون عين مجتمعه أن يكون قادرا على فهم الحياة التي يعيشها من طرف ومن طرف آخر أن يقوم بمسؤوليته لأن يكون عنصرا مجددا في الحياة التي يعيشها عنصرا أيضا من عناصر تنميتها هناك من المثقفين من لا يتحمل أي مسؤولية كل ما لديه أنه يجرح الناس يتحدث عن نواقص المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص لكنه هو بالفعل غير قادر على أن يعطي حلولا ولا شك أن المثقف يجب أن يقوم بمسؤوليته في العصر الذي يعيش فيه بوسائل ووسائط متعددة من أبرزها ما يخص تخصصه أو ما يخص اهتمامه وربما غلب الاهتمام التخصص لا بأس المهم أن يكون لهذا المثقف دور ولا يعفيه أبدا من أن يقوم بهذا الدور أو بجزء من هذا الدور أي عذر من الأعذار إذ لا قيمة للمثقف إذا لم يقدم شيئا لتقدم الحياة من حوله مهم جدا أيضا أختم بهذا أن الأمة تعيش مأساة وتعيش تحولات عظيمة جدا في كل اتجاه فإذا كان المثقف قد أعطى نفسه إجازة أن يكون له دور في تحديد هوية الأمة والحفاظ عليها والعودة بها إلى مسارها الصحيح فلا حاجة له أصلا حقيقة هناك قصور كبير لدى المثقفين في التواصل والتعاطي مع خلينا نقول فئة الشباب والفئة المستهدفة بشكل صحيح يعني ممكن هناك كتاب يعني العديد من الكتاب يكتبون في الثقافة ولكن يمسكون جانب ويدعون جوانب يعني مهمة جدا على سبيل المثال ممكن يكتبون في الصحافة ولكن لا يجدون التعامل مع الوسائل الحديثة لتعامل مع فئة الشباب تحديدا والناس بشكل عام وهي وسائل التواصل الاجتماعي بحيث أن توصل أنت أفكارك الصحيحة وأقصد الثقافة أن توصل أفكار متنوعة صحيحة مبنية على دراسة وتهدف إلى البناء وتهدف إلى الجانب التربوي لدى المجتمع الحلقة المفقودة هي حلقة المثقفين لاحظ على صعيد العالم الإسلامي نفسه نحن بحاجة حقيقة إلى الموسوعية مثلا نحن بحاجة إلى من يفهم الآخر نحن بحاجة إلى بناء قنوات الحوار نحن بحاجة إلى القدوة إنجاز التعبير في مسألة كيف أستطيع أن أكون معطاء إيجابيا في هذه الحياة المثقف يسهم عن طريق ثقته بنفسه عن طريق معلوماته عن طريق ما يسمى بالنية التي يستحضرها دائما من أجل بناء حضارة إنسانية كاملة تسمو بالإنسان والله عز وجل كرم بني آدم هذا من ناحية والله عز وجل مثلا أعطى الإنسان حريته وحقوقه وهي ليست من أحد إنما هذه حقوق آدمية له وهو بشر بها ولذلك هذه لا يمكن أن تكون عند غير المثقفين فاقد الشيء لا يعطيه لا يمكن أن تكون عند أناس حتى لو كانوا ملتزمين دينيا بلا ثقافة وبلا وعي هذا التفكير الشمولي وهذه النظر الواقعية في طبيعة ما أراده الله عز وجل منه ينبغي أن تكون واضحة عندها المثقف الواعي الحقيقي هو الذي يسهم فيها في هذه الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة